إذن الطريقة اللي نستعملها هون بالفلوكس فيكتر كنترول مش طريقة البي دابل يوم ما بنستعمل البي دابل يوم الطريقة التقليدية تقليدية البي دابل يوم إني بجهز السيجنال تبعتي وحط الريفرنس سيجنال وراح حط جنبها آر إي أف وبجيب كارير فريقونسي تريانجلر كارير فريقونسي وبعطيها رح أرسمها أنا بالتقريب هون مش رح أرسمها بالزبط جنب حطه غلط الفريقونسيز هون بس على أي حال بلاقي نقاط التقاطع مثلا هاي إذا استعمل طريقة التريانجلشن وعلى أساس طريقة التريانجلشن من هون وهي الريفرنس الريفرنس اللي هي الساين ويف اللي موجودي هون وهاي اللي هي الكارير فريقونسي وعلى أساس نقاط التقاطع بقرر أنت أعمل الـ Switching On و Off بالـ RG-B-T هذي فعلياً هي Open Look Method الـ Switching Pulses اللي بيجوا من هون بروحوا الـ Pulses على الـ RG-B-T بهذا الشكل واحنا نلاقي هلأ لنقاط التقاطع من الـ Carrier Frequency ونعمل الـ Switching P-W-S Switching الطريقة الثانية اللي هي نعمل هل أعدي رفرنس زي الرفرنس اللي هناك ربكوه نفس الشيء خلينا أستعمل له لون تاني وباجي الآن باشتغل Close Loop فبقيس الـ Current الفعلي اللي ماشي في الـ Load وحسب موقع الـ Current الفعلي اللي ماشي في الـ Load هلأ الـ Current عند النقطة هاي مين أعلى عند النقطة هاي الأزرع هو الـ Actual والـ Reference هو الأسود هاي نكتب عليه Reference هذا هو الـ Reference أو الـ Desire والأزرع هو الـ Actual وأنا استر Current حطيت سنسر وأنا بقيس الـ Current أصلا ما عندي مشكلة فبقيس الـ Current فأنا لما بلاقي إنه الـ Actual أعلى من الـ Reference إيش لازم أعمل؟ Switching off فبعمل Switching off اللحظة هاي فأنا ما بعمل Switching off إيش بصير بالـ Current بنزل هلأ لقيت هلأ عند النقطة هاي مين صار أكبر من التاني؟ الـ Reference صار أعلى من الـ Actual إيش بقدروا إدي أعمل؟ Switching on فبعمل Switching on بعدين بعمل Switching off وهلأ إذا ما نلاحظ نحطها باللون مختلف في باند حوالين هاي الباند سببها الـ History ما حطيت الـ History فهو هذا نوع من الـ On-Off ففي الحالة هاي السيستم بسير عندي راح يكون عندي راجع هاي الـ Reference اللي أنا بدي أمشي عليه اللي هو هاي أون إي ستار حو هاي ا우� i-ب او i-c وراح أحط له ؛ هايش الـ Star إيش التي استعملناها في الموضل؟ desire فهون هذا اللي عند الـ Reference اللي هما اي ا او إي ب او اي سي وراح أجيب كمان راح أحط كرنت سنسر هون ما كان عندي سنسن كنة ليلة لكنت أتحكم فهون راحتجبهت الـ Actual يعطيناهم لون الأزرع اللي هم I A ما في ستار I B ما في ستار و I C ما في ستار وأخذنا هدول وأخذنا هدول هون رح أقارن واحد منهم الدائرة رح تكون نفسها بالتانية رح أجل أنا حط مقارنة بين الرفرنس والأكتشول رح أعطهم او سبتراكتر إذا بدك إذا عملت الرفرنس هون رح يطلع بوليان فرح يكون إذا كان الرفرنس أعلى من يعني هذا كأنه صار البلس وهذا الماينوس فكأني عمال يقول خد تبع رح يكون إذا الرفرنس أعلى من رح يكون إذا كان الرفرنس أقل من والأوتبوت هون رح يكون رح أرد بعدين أخذ هذا هلأ هذا رح يطلع عندي رح يعمل البرانزيستر البرانزيستر اللي فوق إذا بدك أخذ هذا زي ما هو هاي هذا إذا إي جي بي تين وسمي هاي بلس بي أس هاي رح تروح على اللود أ أو بي أو سين وهاي ماينس بي أس هلا يبتكون هاي ماينس بي أس وبعدين رح أخذ هذا البوليون وراح أدخله على فبعكس البوليون طبعا لما كوني ترو بيصير فولس لما يصير يكون فولس بيصير ترو اه في إيشي ناقص عنا إيشي ناقص إيش الإيشي اللي أنا ما حطيته هون هذا كيف رح يشتغل مباشر لما يصير في فرق صغير ما بين الرفرنس والأكتش وراح يصير ولما يرد يصير في نجاتيب بينهم رح يصير او في إيش مفروض ندخل حتى يصير عندي هاي الباند لازم يصير عندي فأظن أنه لازم نعمل هون بالماتلاب اسم هاريلي بس هي هستريسيس بلوت تبترسني باكلاش في الماتلاب لا نتبهي الباكلاش في الباكلاش زي اللي بيصير في القير لما أسنان القير بتحركوا مش في فترة بسيطة بتحرك فيها سن القير بيكون ضارب بهذا ولما يتحرك لسه لا يضرب بهذا هاي نوع من الديدزون هاي أظن أنه اسمه البلوك في الماتلاب كاسم اسمه ريلي بس ريلي ممكن تكون كونفيوزين جلكم ها هو الأصاح المحطة زي هستريسيس بلوك هذا الهستريسي بلوك اللي ريحطيني هلا هو في الماتلاب بيحوله لدبل وبرجعه من دبل مرة تانية بوليان بس انتم هون لو فهمتوا أنه هذا بوليان فهذا لما يكون true هذا true false هذا بكون false true فهدول التنين عكس بعض اشتغلوه هذا بروح من هون على هذا طبعا ايش ميزات الطريقة التانية على الطريقة الاولى هذا واضح انه close هذا واضح انه close فهذا بضمن انه يصير يتحقق عندي الكارنت اللي انا بدي يا بالظبط بس بدي هون reference طبعا او بدي هون reference بالحال تانية بس هون reference اللي باخده بس بس تعمله حطه احط هاد بعدين بدي اقرر الـ switching frequency اللي موجودة هون هذا الـ career frequency هون انا براقب عمالي في عندي feedback الخط الازرق هو feedback من الـ actual current اللي عماله بمر باللود